أنا قلتها وأعيد أكررها مرة ثانية ليس ببرنامجك الكريم القيادات التي تعتقد نفسها الآن ماضية في طريق ما يسمى بالمقاومة والتصعيد تلقت ضربة تحذيرية سابقة لما قتل المرحوم مشتاق الآن ستكون الخطوة القادمة باعتقادي وتقدير الشخصي اسم آخر أعلى في المرتبة من الذي قتل سابقا باعتقادي ستكون الضربة القادمة أقوى من هذه إذا لم تتوقف عمليات التحرش والضرب المستمرة بالقواعد الأمريكية والوجود الأمريكي سواء في سوريا أو في سوريا